حقيقة نحس في الدنيا دخل بعضها شوي يعني ربي قدر الخير وكهو من قصان الضوء من موضوع الناس والتي تحكي انه جاينا اعصار جاينا عواصف جايتنا كوارث لا قدر الله برحى المعهد الوطني للرصد الجوي هبط بلاغ منظر دعا فيه كافة مستعملين معطيات الجوية الى التعامل بحذارة مع كل الاشعات المداولة بالصفحات غير رسمية والتثبت من المعطيات من المصدر الرسمي قال انه بعد ما اتصلت بها عديد من وسائل الاعلام على الحالة الجوية خلال الايام القادمة انشرنا البلاغ هذية على اثر ما يروج من اشعات على مواقع التواصل الاجتماعي والحديث حول حدوث زلاز الوفاية ظنات على غرار مسار في الشقيقتين ديبيا والمغرب قال انه لا يتحمل مسئولية اي مغلطات او معطيات خاطئة تم الترويج لها عبر وسائل الاعلام او عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في الحالات الاستثنائية واعطى الموقع متاعه قال هذا المصدر الرسمي للمعلومات واحنا المصدر الرسمي الوحيد واعطى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي وقال انه المعطيات اللي عنا دي من نرسلوها للمنتفعين من وسائل الاعلام الخاصة والوطنية واخذوا المعلومة من عنا اكا هوا هما قاعدين يبعثوا وسائل الاعلام المنخرطة معاهم معناتها اللي عندها اتفاقية معاهم يبعثوا لها اي اي مواطن يدخل على الموقع يجب ان يلقى النشرة الجوية واذا فما نشاط زلزالية او ما شابه يلقى التوقعات هذه هي مواطنية الاجتماعية لا يوجد غاية ربحية اتفاقية او لا يوجد اتفاقية انا هذه مشكلة كبيرة اذا نقولها بكل صراحة مشكلة كبيرة انا يعني باش مواثير تصريحات رو ما يعطيوش تصريحات الوسيلة الاعلام ما عندهش معاهم اتفاقية اتفاقية شمانتها فيها ربح فيها فها كنترا يعني فيها ان كنتر بارتي ماتريال حب نفهم انا شمانتها الفلسفة الكبيرة هذه اللي جيت انا شخصيا عندي اشكال مع هذا انا عندي اشكال معاهم انا مش نفركس على نشرة جوية ولا مش نعرف يعني بصيفة موحينة وبصيفة يومية في متناول كل مواطن تونسي كل مواطن تونسي سمحني مؤسسة عمومية ولا مؤسسة عمومية؟ مؤسسة عمومية جزء من المؤسسات الدولة جزء من المؤسسات الدولة ماذا هذا؟ ماذا عندي اتفاقية مع هذا وما عندي اتفاقية مع الاخر؟ ومن ثم يقولوا كيفية الشائعات على الشبكات التواصل الاجتماعي والموضة التواصل التواصل التبيعية وفما صفحات باش تحب تعمل البوز وصفحات باش تجيب اكثر متابعين ويسا فيدي اتفاقية درجان اي انتي ان كنتر بارتي شعملتنا انتي باش ناخذ انا كم مواطن معلومة باش نعمل وموحينة النشارات نشوفها في فرنسا يعني بالساعة تحين بالساعة وبالمناطق هذا الكله ليبن من المعهد الوطني يزمو بالفعل ينقح برشا حاجات ويصلحها شكرا منظرية لانتع دول فقرتنا الموالية برجك اشي قلك برجك اشي قلك برجك اشي قلك صباح الخير صباح الفل والياسمين الحم العليقتك العاطية بشي سيبها شوية توتر ماذا بيك تصفي الاجواء بينك وبين الشريك وتعلم من اخطاء الماضي الثور ما تخليش روحك تضعف قدام المغريات اللي تدفعك انك انت تصرف برشا على الماكلة وتصرف برشا على الخرجات الجوزة تمي برشا لتوسيع نشاطاتك في المشاريع والنشاط موجود وفي انتظارك اخبار ياسر مزيانة وبش تفرحك برشا السرطان من الافضل انك انت تتروى في مسائل دقيقة وماذا بيك زيدا تحل عينيك مليح على خاطر الموراذية بش تنعك سلبا على العلاقة بينك وبين الشريك الأسد تتزود بطاقة كبيرة تعاونك على اجتياز العقبات وتتمتع بحماسة وحيوية مضعفة على يميت اللي تعداوه العذراي ناس بك اليوم شي كبير ويأهلك البارشة خدمة جديدة بش تبرز فيها مهاراتك أما بش نقولك حاجة مكش بش تتهرب من المسئوليات وبش تبادر برشا حاجة تجدد الميزان فم مشاكل بش تجي بينك وبين الشريك صحيح معقدة ترف لكن بش تزول بشكل نهائي وبش تتخذوا قرارات حاسمة بشأن العلاقة في المستقبل العقب حياتك العاطفية مهدى شوية بسبب محاولات بعض الناس انهم يخربوا بينك وبين الشريك حياتك ما تخليهمش يدخلوا بيناتكم فوق لازم القوس تفكيرك في برشا حاجات في نفس الوقت يخليك تحط روحك في برشا ضغوط نفسية انتي في غني عليها الجدي ما تضرش روحك بالماكلة متاع الشارع لي قاعدة تاكل فيها بشكل يومي ركي بش تكمل عن نمط هذا ركي بش تخسر صحتك وبش تزيد في الوزن ادى له فرصة الالتقاء بشخص مميز كبيرة باشا اليوم بش تحس انو الوقت معاه تعدى في ساعة في ساعة وبش تتاخذ باشا قرارات حاسمة ونختم بالحوت ونقلوا نقص من النقد الدائم لشركة حياتك حاول انك تحسوا بقيمته وحاول زادة انك تعديلوا حبك الكبير هذا برجكم شنو اقال لكم اليوم سحروت قولكم اردوا بالكم اضبادلوا الموجة واستنيوني في برجك جي قولك في موعد جديد برجك اشي قولك برجك اشي قولك برجك اشي قولك